كابتن بلال نادي الأهلي كان الأقرب بالفوز ولكن زي ما قلت مع الكابتن عادل وكابتن شريف وكابتن مساما برضو قالوا يعني المباركة المفتوحة زيادة عنزو وصحوان نهارد لك لنادي الأهلي طبعا يعني النهارده نقطتين خسارهم من نادي الأهلي زي ما الكابتن عادل من شواء نحن نحق بالمكسب النهارده نهارده فرص حققية بالنسبة لك لنادي الأهلي في الشوط الأول الشوط الثاني تدركت الموقف وتعادلت بسرعة عندك راكلة جزاء ضاعت بالنسبة له وكانت برضو نقطة تحاول في الماتش قدرت تسجل بعدها ورجعت للجيم تاني ما ترد منهم لعيب قدرت ان انت تستغل المساحات وفي بعض الأوقات وتخلق فرص وده كان الجايد في موراة النهارده لكن اللي ما كانش جايد النهارده انك وصلت بيرامدز انه يلعب جيمة مفتوح معاك يعني انت فتحت الملعب تلعب انه احنا شفنا فرقة النادي اللي يتلعب اخر اخر يعني 15 ديه بتلعب من 18 ل 18 وده ما كانش ينفع انك تلعب بالطريقة دي وانتك كسبان اتنين واحد وبتلعب فرقة زي يا بيرامدز خلاص اصبحت مش باكي على شيء نهارده زي ما قلنا جونياس تاكيس ما عندوش مشكلة حتى لو اتغلب النهارة 3-4 من النادي الأهلي ما فيش حد يعطيب عليه وفيش حد يلومه راجل النهارده جاي اول مباراة يعني ضرب الفرقة تامرنتين فالنهارده يمشو في الشوت التاني بيلعب بتلاتة بيضغط على لعيب النادي الأهلي من 18 فده معناه ان هو الراجل خلاص مش باكي على حاجة فكم من المفترض النهارده مستر موسيماني الجيمة يبقاش مفتوح كده من يعني الشوت التاني ان خلاص انت بتلعب مفارق رمضان صبح عنده سرعات كان قبل ما يخرج ابراهيم عادل ابراهيم عادل ابراهيم عادل ابراهيم عادل اخب برضو لعيب عنده سرعات لما غير التغييره نزل احمد الشيخ يعني يعني على سنو عنده سرعات وبعد يكن نزل عمر جابر كل اللعيبة لنزلها كلها لعيبة عنده سرعات وبترف تلعب كور هو استغل الحتة دي تده يضغط ثلق فرصة واثنين احمد يمكن ابراهيم حسن خلق برضو فرصة نفس الشوت التاني ما كانش من الواجب انك تلعب الجيم ده مع بيرميدز في النهاية انت المفترض انك بتقفل بشكل كويس قوي بتشتغل على المرتدات في بعض الوقات وبتشتغل على الاستحواز لاتنين وعندك القدرات والامكانات ان انت تعمل الكلام ده وبشكل هايل جدا عندك العيبة في نص ملعب عنده امكاناته قدرات عالية جدا النهاردة الآلي انا بشوف ان الآلي هو اللي فارت في الفوز النهاردة يعني بيرميدز يعني زي ما احنا شفنا برضو يعني الاهداف وضع طبيعي يتيجي من جمل يتيجي من اخطاء فالنهاردة هدف من خطأ وده وارد في قرية القدم مبيش يعني العمر مش مستبعد يعني او خطأ صعب شوية وفي توقيت قاتل جدا ما تقدرش ترجع في الماتش بعديه ولكن وارد في قرية القدم انك تخطأ يعني الشنوي يعني حارس متميز جدا رقم واحد في مصر انا بشوفوا اللعيب رقم واحد في النادي الآلي في الفترة الفاتي دي كلها وارد ان اللعيب رقم واحد يغلط وارد ان يجي من جوان يعني كان ممكن تيجي من دورد ومن سنترباك او تيجي من اي لعيب تاني عادي جدا في قرية القدم لكن اللي مش عادي انك تود تسيب بيرمدز انه هو يوصل انه هو يروح لمرمق مرتين او تلاتة فشوط التاني ده مكانش وارد ومكانش طبيعي بالنسبة لي ان المسر المسلماني يسيب اللعيب هتلعب ديه مفتوحه زي ما هي عايزة يعني كل اللعيب تنادي الآلي النهاردة الشوط التاني كلها ده عايزة يسجل هدف اللي شفناه من محمد شريف زي ما قال الكابتن شريف من شوية ان هو عايز هو اللي عايز يسجل صلاح موصن عايز يسجل كهرباء عايز كل اللعيب تنادي مجد افش عايز يسجل في اكتر من كورة لنادي الآلي خمسة مثلا على اثنين او تلاتة كل واحد طمعان ان هو اللي يسجل الهدف هو ده اللي وصلنا نحن في الاخر ان احنا نتعادل مباراة في المجمل ما كانتش سيئة فنيا للنادي الآلي من وجهة نظر الشخصية انت تسايدت المباراة بكل شيء يعني دفعايا في بداية الماتش كنت جايد جدا لعيبة خط وصلت مالة بتاعتنا لعيبة بتادي بشكل كويس است انت حوزت بشكل كويس ممكن احنا استعرضنا الاحصائيات ما بين الشوطين الاهلي كان الافضل في الاستحواز الاهلي كان الافضل في السيطرة اينا ايه هما سجلوا في البداية ولكن انت قدرت ان انت تتعادل بسرعة جدا وقدرت ان انت تحصل راك للجزاء وسجلت الهدف التاني كممكن تسجل التالت والرابع زي ما قال كتن الاسامة اللي احنا اتيح لنا فرص ان احنا نسجل هدف وبرضو مشكلة النادي الآلي في كل المباراة انك بتسجل هدف والهدف التاني بقى صعب عليك تمام لاز استغلال الفرص استغلال الفرص يا جماعة في مباراة لا تقبل الخسمة ما تقبلش انك تضيع نهاردة ماتش زي برمز ما ينفعش انك تضيع فيك اكتر ممو فرصة نهاردة لما واحد تبقى الصلاح محسن والتاني محمد شريف وكاربا يبقى 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 فرصة وطاهر محمد طائف بداية المباراة بفرصة سهلة جدا تضيع كل الفرص وانت بتلاقي بردو بردو برمز فرق عندها امكانيات وقدرات وترج ترجع في الجيم اعتقد ده هيصعب الامور علينا بشكل كبير جدا الماتشات اللي جاية ماتشات صعبة ماتشات صعبة لان التوقيت فروق التوقيت مش كبير تكل منها تلعب ماتش فده هيصعب الامر عليك محتاج ان اللعيبة تدخل في فورمت في التركيز ثاني يحنا تكلمنا قبل الماتش ازاي هترجع من بطولة افريقيا وتدخل في بطولة الدور العام وده كان امر صعب جدا نهارضا انت تتلاعب في فرقة زيها زي الترجي التونسي زيها زي زي الفرقة الكبيرة صح فالنهارضا انت ما قدرتش النهارضا تخش الجيم برضو بسرعة لانه ما تخش الجيم بسرعة ما دخلش الدور العام بسرعة لكنه قدر ادر ان هو يرجع بعد تسجيل الهدف قدر يرجع بالحمز بتاعة العيبة الندلالي انت برضو محتاجت شوية توقت النهارضا عشان تخش في الجيم. تسجل هدف. ادابت ان انت تعاوض بسرعة. خد بالك سيناريو الماتش. بقى صالح النادي الالي بترضي اللي حصل. بتلعب 11 ضد عشرة. فانا بشوف النهاردة الالي فرط بشكل كبير جدا في مكسب النهاردة. كان ممكن يحطنا في حتة تانية. هيحط النادي في حتة تانية لانه هتضغط على الزمالك زي ما اتفقنا. انت مكسبك هيخلي فرقة الزمالك عمالك. هي هو اللي بيضغط خلاص ان هو عمال ماتش مدغوط. الاهل بيقرب. عنده ماتش عنده صعوبات برضه هو كمان. زمالك برضه المبرال اللي فاتت كازبان براكل الجزائي كازبان بصعوبة جدا. النهاردة لو اهلي كسب هتحط ضغط كبير جدا عليه. النهاردة انت خليت بتعادل ده ان الضغط يتتقل على المادي لايمكن. انا تصريح سيد عبد الحفيز فيه شوية زعل وشوية يعني. خلي بالك دام المجسات اللي اتزعل. اه طبعا. انا النهاردة. صراحة يعني. لما لاحبت فرقة كبيرة كابتن. ويبقى انا مسيطر وكاسبان. ويجي فيها جول بالشكل اله. ادائي. لازم ادائي جدا. انا النهاردة لما بتدوس على الفرقة الكبيرة. الفرقة الصغيرة بتخاف وبتقلق منك. الماتشات اللي جاية. وخاصاتا ان انت خلاص داخل على مفرمت ماتشات كل هتلعب سوا ماتشات في شهر تقريبا. فانت لما بتكسب الفرقة الكبيرة الفرقة الصغيرة بتقلق. بتقلق منك. النهاردة انت راح سموحب هتلعبها في اسكندرية. بعد نتيجة النهاردة هل هيفكر نوينز لدافع الان منك. ولا هيقول لك الاهلي للسحاب مبره من يوين. فهيبقى الاهلي عنده وجهات. فابتدي هاجم النادي الاهلي. هابتدي اضغط عليه. دي افكار. انت سيناريوهات الماتشات بالنسبة لك والمكسب هو اللي بيغير فكر الخصمة بالنسبة لك.